اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام نتابع معكم الجزء الثاني من سيديو تاسع لهذه الليلة بعدما انتظر كثيرون وصول الجحافل إلى القدس عبر حلب وحما ودمشق وحمص ومدن كثيرة عربية نحو القدس وطريق القدس تمر منها على أساس فإذ بنا اليوم نسمع بما سمي باتفاق الإطار مفاوضات ومفاوضات ستجري مع الكيان الإسرائيلي لترسيم الحدود حدود من؟ أليست فلسطين المحتلة؟ أليس الغاز الفلسطينيين؟ أليس نفطهم؟ تفاوضون من؟ أيها المقاومون والممانعون؟ ماذا يعني هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس النواب في لبنان رئيس حركة أمل نبيه بري نحاول أن نفهمه أكثر مع ضيفنا يبقى معنا دكتور محمد المصري الأكاديمي والبحث السياسي اللبناني دكتور محمد أهلا بك من جديد ما هو العنوان في لبنان اليوم؟ يعني صراحة العنوان الطاغي لبنانيا هو تسارع لبناني ممانع لتسوية الخلافات مع الجار الإسرائيلي في فضيحة هنا اسمها اتفاق الإطار هل نحن أمام فضيحة مدوية أم تعاطي مع واقع؟ أستاذ علاء دائما حتى في أكبر الحروب أو في أقوى الحروب لابد أن تفاوض حتى أشد الناس على ذلك لابد أن تفاوض ولكن الآن الفضيحة أنا برأيي في هذا الملف بالذات هو في تغير المصطلحات التي يستخدمها على الأقل نحن الآن سنقول الرئيس برري أو حركة أمل عندما يقول الرئيس برري أن هناك اتفاق سيجري أو هناك اتفاق إطار تمت بلورته مع محاولة ترسيم الحدود الإسرائيلية هنا اختفت مصطلحات كفلسطين محتلة العدو الإسرائيلي الكيان الإسرائيلي فبالتالي هل ينبئ؟ أنا أقرأها من الناحية السياسية بغض النظر عن البيان كيف صدر وعن البروتوكول صدور البيانات ولكن من ناحية السياسية أنا أقرأها أن هناك تغير في المصطلحات مما يدلل على تغير في المواقف ما الذي حصل؟ عندما أقول أنا أريد أن أرسم الحدود البرية أو البحرية الحدود الإسرائيلية أنا أولا أعترف بأن هناك دولة أو هناك جغرافيا محددة اسمها إسرائيل وأنها هي لحدود مشتركة معها هذا الأمر هو جديد بالنسبة لخطاب على الأقل كما قلت لك الرئيس بري وحركة أمل أنه أين مصطلحات مصطلحة الإسرائيلي الكيان الغاصر العدو الصهيوني فلسطين محتلة العدو الصهيوني أين اختفت هذه المصطلحات؟ أو حتى الكيان الإسرائيلي نعم ما الذي حصل في تغير؟ هذا التغير لا يمكن أن يمر مرور الكرام هذا التغير يدل على تغير أيديولوجيا الصراع هل أن نحن أمام موقف سياسي جديد في لبنان؟ طبعا هناك موقف سياسي واضح وهناك تغير في أيديولوجيا الصراع مع العدو الإسرائيلي لأنه سيبقى عدو الإسرائيلي على الأقل بالنسبة إلينا هو عدو وعدو ولن يصبح صديقا أبدا طالما أنه يرزح على أرض فلسطين المحتلة ولكن عندما نتكلم عن حدود إسرائيلية أنا برأيي هذا تغير خطير جدا في الخطاب الممانع اللبناني خلينا نسمع جزءا من كلام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لاحظ هنا دكتور محمد حتى رفض الرئيس بري أن يتطرق لأي أمر غير الوضع اللبناني يعني موضوع التطبيع بعض الدول الأخرى ما أكثر ما لفتك في هذا الكلام؟ يعني صراحة عندما قال بأنه هذه الخطة متفق عليها من فخامة الرئيس حتى آخر يعني منه موجود في الدولة هذا يؤكد ما كنا نتكلمه من قبل يعني ابتداء هذا المفاوضات أو محاولة المفاوضات أو محاولة الاتفاق مع العدو الإسرائيلي بالنسبة للحدود البرية والبحرية هو بدأ قبل عقد كما قال الرئيس بري ولكن الذي كان يوقف المفاوضات ويرفض المفاوضات هو حزب الله الآن شو عادة ما بدأ؟ يعني بمعنى أنا برأيي خطوة بهذا الحجم وبتصريحه وبتأكيدنا الرئيس بري لابد أن يكون هناك نوع على الأقل إذا لم تقوم موافقة صريحة ولكن موافقة ضمنية أو نوع من الغض البصر من قبل حزب الله على هذه الخطوة باتجاه العدو الإسرائيلي لماذا الآن؟ الآن أنا برأيي أنه هذا متعلق بالضغوطات الأمريكية على لبنان حزب الله يدرك أنه وصل إلى مرحلة ربما هو يريد أن يكسب بعض الوقت بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية وأيضا لا يستطيع حزب الله أن يبقى إلى ما لا نهاية يعني متعنت بموقفه في المقابل هناك هذا الضغط الأمريكي الهائل الضغط الأمريكي الهائل شئنا أما بين على لبنان يعني آت سماره بالنسبة للأمريكي بشكل كبير نحن الآن كلبنانيين نقن من هذا الضغط لبنان يعيش حالا من العزلة بإشارة أمريكية يعني هناك إشارة من الأمريكان لكل من يستطيع أن يكسر هذه العزلة بعدم تقديم أي شيء إلى لبنان وهذا ما بان بعد المبادرة الفرنسية الأخيرة التي يعني وئدت الآن فبالتالي حزب الله يدرك على أنه الاستمرار في هذا الموقف المتعنت يعني أنا أستطيع أن أقول لك باختصار أن حزب الله مارس في هذا الملف نوع من البراجماتية الواضحة يعني خلينا أفهم منك هل تم قلبه ظهر المجان كما يقال هل تم رفض المبادرة الفرنسية والاتفاق مع الشيطان الأكبر كما يسمونها أمريكا الآن ومراضات الطفل المدلى الكيان الإسرائيلي من خلال ما نتابعه نعم أستاذ عليك إذا كنت تذكر نحن تكلمنا في هذا الشيديو أقول لك أن حزب الله إذا كان سيضطر في يوم من الأيام إلى تقديم تنازلات لن يقدمها إلى الفرنسي سيقدمها إلى المعلم المعلم أو صاحب يعني التأثير في لبنان أنا برأي أنه يعني أيضا تكلمنا في هذا الموضوع من قبل الآن يعني 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 يظهر أكثر وأكثر أن السياسة السياسة الممانعة في المنطقة هي سياسة براجماتية بامتياز ليست سياسة ثابتة بمبادئ سواء أخلاقية ولا دينية ولا حتى يعني في أدبيات واضحة أو ثابتة في الصراع وإنما هي عبارة عن براجماتية حتى إيران نفسها تمارس يعني تمارس سياسة براجماتية قد تفوق من ابتكروا البراجماتية وأعني بهم الفلاسفة السياسة الأمريكيين فبالتالي أظن أنهم الآن هم يدورون مع مصلحتهم أن دارت براجماتية أم خضوع واستسلام للحفاظ على الكرسي وعلى النفوذ على حساب كرامة الناس وعلى حساب إجهاد ثورة تشرين عندما نتكلم عن براجماتية هي نعم نعم الخضوع بمعنى ما معنى براجماتية أن أنا أدور من مصلحتي حيث دارت فبالتالي إذا كانت الآن مصلحتي تقتضي مني أن أتراجع عن الأدبيات التي صدعت رؤسة الناس بها وقتلت الكثير من الناس من أجلها وستؤدي إلى أن قلب على هذه لا مش على أساس حتى مش على أساس أنه بعد اغتيال قاسم سليماني تم أعلان الحرب على أمريكا وأنه سيخرج الجنود هكذا الجنود الأمريكيون وسمعنا خطابات نارية الآن مفاوضات برعاية أمريكية نعم أستاذ علاء هذه الخطابات دائما ما تكون في هذه البيئة ونحن سنندرك هذا الموضوع في هذه البيئة دائما ما تكون هذه الخطابات هي نوع من الاستثارة الداخلية لبعضا تجنيد الناس الرأي العام الرأي العام يعني البيئة الحاضنة لحزب الله وغيره من الحركات من هذا القبيل فبالتالي هي عبارة عن الاستهلاك الأعلامي فقط ولكن في حقيقة الأمر أن هذه السياسة السياسة الإيرانية وكل من يدور المشروع الإيراني هو مشروع براجماتي أنا أستطيع أن أقول لك أكثر من ذلك أنا برأي أن إيران لا تقاتل كما تدعهي أنه لمحو إسرائيل وأن أمريكا الشيطان الأكبر أنا برأيي وهذا أمر أستطيع أن أتكلم وربما أخصص له حلقة كاملة إيران وسياستها في المنطقة كلها عبارة عن تصابق لتقول الأمريكي أنا أحق بأن أكون وكيلك في المنطقة أكثر من إسرائيل وأن أستطيع أن أؤمن المصطح الأمريكي في المنطقة أكثر من إسرائيل هذا باختصار عنوان الصراع الموجود الآن وما تفعله إيران إيران تحاول أن تتمدد خارجيا عبر المشروع الخارجي لها في أكثر من دولة حتى تشبت للغرب على رأسي الأمريكان أنني أنا الأولى بأن أكون الوكيل الأمريكي في المنطقة وليست إسرائيل لكن أمام هذه التطورات الآن بموضوع مفاوضات ترسيم حدود واعتراف يعني بالنهاية لأنه اليوم مفاوضات ليست على تبادل مثلا أسرة أو جثث أنت عم تحكي أنت تتكلم عن مفاوضات تتعلق بحدود يعني فيه اعتراف طمني بوجود نعم أنا كنت سأصير هذه النقطة أنه فرق بين أن يكون هناك مثلا عندك أسرة وعندك جثث لجنود إسرائيليين أنت مضطر عبر وسطا وهذا ما حصل مع حزب الله يعني تاريخيا أو سابقا وهذا أمر مبرر يعني هو له ما يبرره بالتالي أنت أي عدو ستجلش معه على طاولة المفاوضات وبالتالي تفاوضك من أجل تبادل أسرة أو جثث أو إلى آخر هذا مفهوم ولكن عندما يأتي الأمر إلى ترسيم حدود بينك وبين كيان هو في الأصل ليس هناك أو أنت تدعي في خطاباتك بشكل دائم أو في أدبياتك الدائمة والسابتة أنك لا تعترف بوجوده وأنه لا يمتلك حق الأرض أنت عندما تأتي لترسيم الحدود معه أنت ضمنيا تعترف بأن له حدود وله كينونا على هذه الأرض وهنا أخطر ما في الموضوع وهنا أنا برأيي انقلاب كامل على كل الأدبيات الممانعة التي سمعناها لعقول ودعم نحكي عن تحرير القدس طبعا طبعا اكتشفنا في الأخير أنه طريق القدس تمر من حلب وزبدان وغيرها من المناطق على الناس الذين كانوا حتى من بيئة ليست بحزب الله ينتظرون أو يناصرون حزب الله يبررون حزب الله بأنه بعد هذه المناطق هو ينهد حقيقة للاعتراف بالقدس ولكنه بعد أن دمر هذه المناطق راح ليعترف به هذا الكيان على هذه الأرض يعني أنا أقول لك الآن لا يستطيع أي أحد هل هذا التحول سيؤثر على هؤلاء بل سيؤثر على بيئة حزب الله أنا برأيي أن بيئة حزب الله معبأة بشكل أنها دائما مع قيادتها مهما كان السمن ومهما كانت الشعارات ومهما كانت يعني لا أظن أنه سيحدث استغييرا كبيرا أو سيؤدي إلى انقلاب هذه البيئة لأنه كما قلت لك بالنهاية هناك تقليد أعمى لهذه البيئة هناك يعني هم مع هذه القيادة الراشدة بين قوسين مهما كان السمن ومهما كانت التبعات ومهما كانت الشعارات المرفوعة ولكن عودا على هذه النقطة التي قلتها لك بغض النظر الآن لا يستطيع حزب الله أن يتنصل من هذا الموضوع يعني أن يقول أنه ليس لدعوة بهذا الموضوع وأن من يقوم بهذا الحراك هي حركة أمل والرئيس برري لأنه من المعروف يعني دائما هذه التصريحات نعم سأقول لك أن تصريحات والأمور التي تجري بشكل رسمي يعني هي في الواجهة هو الرئيس برري وحركة أمل أو الرئيس برري باعتباره رئيس مجلس النواب ولكن لنقل واضحين السياسة اللبنانية ليس هناك أي إنسان عاقل يفهم السياسة اللبنانية إلا ويدرك أن الرئيس برري ما كان يمكنه أن يقدم على هذه الخطوة دون أن يكون هناك موافقة ضمنية أو غط بزر من قبل حزب الله وهنا يعني طبعا هو لأن يتحدث باسم الثناء الشيعي وهو تكلم وقال بأن هذا الأمر هو نكع عليه إجباع بدءا من رئيس الجمهورية حتى آخر يعني شخص في السلطة بما فيهم بمن فيهم حزب الله الشيخ صبح الطفيلي أول أمين عام لحزب الله من المؤسسين كان يتحدث عن هذا السيناريو عن حلف الأقليات عن مرحلة ربما يلجأ فيها حزب الله للتحالف حتى مع الكين الإسرائيلي يعني كان مطروحا من ضمن ما يطرحه بشكل مباشر أو غير مباشر وكنا حينها نستغرب هذا الكلام أو ربما البعض منه على الأقل خلينا نشوف على كل حال هذا المقطع لشيخ صبح الطفيلي ماذا يقول فيه ويربط حقيقة بين المفاوضات يعني في لبنان وبين المفاوضات في منطقة أخرى خلينا نتابعه طبعا شيخ صبح الطفيلي هنا يتحدث يعني يربط بين الموضوع اللبناني وما يجري بين أرميني وأذربيجان خلينا نأخذ جزء المفاوضات أنه أنت الآن تفاوض الاحتلال على حدود إذن أنت تعترف بالاحتلال نعم يعني أنا كما قلت لك أستاذ علاء أن هناك دعوة من البراجماتية في السياسة الإيرانية الآن إيران التي رفعت لواء ربما عندما تكلمنا بالملف الأزري الأرمني أتينا إلى هذه الجزئية أنه إيران الآن تعتبر نفسها أنها هي رافعت لواء المشروع الشيعي في المنطقة ولكن أذربيجان الشيعية الآن تحت عدوان أرميني ولكن نرى أن إيران وقفت مع أرمينيا فقط لأمر واحد لأن هناك علاقات اقتصادية قوية تربطها بأرمينيا وهناك خط الغاز الذي يجتاز يعني يخرج من إيران ويجتاز الأراضي الأرمينية ويذهب عبر المناطق الأرمينية إلى مناطق مختلفة فبالتالي هم غلبوا المصلحة الاقتصادية على الشيعة الذين يتعرضون للقتل من قبل الأرمنيين وبالمفارقة أن تركيا السنية تقف مع شيعة أزربيجان ضد الأرمين الذين يحتلون أراضي القرى المحيطة بإقليم نيكونيكا رباخ منذ أكثر من نتكلم الآن على كل حال هذا الموضوع وحتى كلام الشيخ صبح لافت حول القضية الأرمينية يعني هنا تبرز البركباتية الإيرانية تحتاج إلى حلقة على كل حال هذه المسألة بس في جزئية أشرت إليها بموضوع الذين ما زالوا يصدقون شعارات حزب الله في لبنان حتى من غير الشيعة يعني من السنة اليوم في لبنان يصدقون أن الموضوع مقاومة وتحرير فلسطين والقدس كيف سيكون تأثير هذه المسألة عليهم؟ دعني أقول لك هؤلاء باستقراء سريع أنا لا أدعي أنني لن أجزم بجميعهم ولكن أغلب الذين التقيتهم والذين سمعت بهم أو أعرفهم وأنا أبو لبنان يعني أعرف الشخصيات المقربة من حزب الله من الشخصيات السنية أغلبهم هم ينقسمون إلى فريقين فريق للأسف مرتزق ماليا من حزب الله والفريق الآخر هو مغبون جاهل بالسياسة ويريد أن يصدق يعني خطاب المقاومة فعلا وهؤلاء قلة ولكن الأكثر هم مرتزقون هم مرتزقة عند حزب الله ويقبضون رواتب شهرية من حزب الله ولن يغيروا شيئا يعني هؤلاء يعني بالنهاية هم مستفيدون يدورون مع مصلحتهم الشخصية حيث مدارت بالنهاية الآن يستطيعون هم هؤلاء أن يخرجوا بخطاب طبريلي للحزب الله وعلى فكرة أنا أقول لك شيئا بالنسبة للشيخ طفالي الشيخ طفالي هو أول من تكلم في خضم ما كان جميع الناس مجمعون حول حزب الله مقاومة حزب الله أو ما يسمى بمقاومة حزب الله في الجنوب كان يتكلم بأن حزب الله تحول إلى حارس أمن للحدود مع العدو الإسرائيلي وأول من خرج بهذه النظرية والآن وأنا قلت لك في المرة السابقة لو استقرأنا نمط قتال حزب الله لا اكتشفنا فعلا أن قتاله في الجنوب اللبناني لم يكن كما كان يدعي لأنه إما أن يكون متناقض بنفسه وإما هذا يعني السياق سيأخذنا إلى أمور أخرى المواطن اللبناني ما زال يعاني تحت وطأة الوضع الاقتصادي اليوم تلويح برفع الدعم عن المازوت والبنزين ومواد غذائية أساسية والدواء وغير ذلك الأزمة ستستمر أم أنه اتفاق الإطار والمفاوضات ستلين المواقف الأمريكية وستفتح المجال أمام محاولة شراء معاناة الناس بتخفيف هذه المعاناة شكرا على السؤال سؤال في الصميم جدا لأنه أولا موقف الأمريكي من حزب الله حتى الآن هو يحاول أن يفصل ما بين المفاوضات ما بين حزب الله الموقف الأمريكي أو التعامل الأمريكي تجاه حزب الله لم يخف الآن يعني حتى الآن ما زال الأمريكي حتى بومبيو في تصريحته الأخيرة وحتى شينكر عندما تكلمه الآن هو شينكر على سيئة ربما الأسبوع القادم إلى لبنان فصل بين الأمرين وقال بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي التي ستجري بين لبنان من خلال الجيش اللبناني ومع العدو الإسرائيلي في بلد الثاني عشر والرابع عشر من الشهر الجاري في النقورة في أحد مراكز قوات يونيفل هذا شيء وموقف من حزب الله لم يتغير حتى الآن فبالتالي مشكلة الأمريكي أو خلينا نقول العزلة التي تفرضتها أمريكا على لبنان هي المطلوب أمر واحد مفتاح الحل في لبنان أن يخرج حزب الله من الحكومة اللبنانية أو تخلف حكومة لبنانية تبدأ بالإصلاحات ولكن هذه الحكومة اللبنانية شرط أمريكي أن لا يكون حزب الله موجود فيها حتى الآن حزب الله يرفض هذا الأمر بل على العكس خطاب السيد نصر للأخير أكد على أنه لا يمكن أن يسمح حزب الله بأن تتشكل حكومة في لبنان إلا بوجود حزب الله وعلل هذا الموضوع وبرر هذا الموضوع بأنه يريد أن يكون في الحكومة حتى يحمي ظهر حزب الله لكن كأننا أمام اتفاق الآن خليني أخذ تغريدة لزانة منصور نستعرضها وكأننا أمام اتفاق مع الأمريكي لتسليم لبنان بشكل كامل لحزب الله وحلفائه لا هذا الموضوع حتى الآن ليس مفروض أبدا أبدا ليس مفروض هذا موضوع تسليم لبنان حتى الآن لحزب الله يعني هذا بالعكس الآن الأمريكي يضغط باتجاه يعني إبعاد حزب الله عن مفاصل حكم في لبنان أكثر من ذلك أستاذ علاء لن يستطيع هذا الاتفاق أن يتم بالكامل ويستقر إلا بنزع سلاح حزب الله وهذا يحتاج إلى تسلسل بدأ الشرح ربما يكفي الوقت الآن له للأسف وقتنا انتهى وتجاوزنا حتى بس خليني أخذ هذه التغريدة لزانة منصور قالت فيها جبرت الولايات المتحدة الجميع وضمنا الثناء الشيعي على التنازل قرأ الرئيس بري العقوبات الاقتصادية وتحريك اليونيفل من الخط الأزرق للداخل ووجود فرقاطة على الشاطئ بأنها بداية تنفيذ الفصل السابع على الناعم العبور للدويلة بدل الدولة استحضر عبور مواد الفصل السابع من 39 إلى 51 درجة درجة نعم هذا ما يحصل في لبنان لذلك أنا قلت لك الآن ما تحصل هي محاولات وهي خطوات باتجاه نزع سلاح حزب الله وليس الأمر بتسليم سلاح حزب الله وبالتالي أنا أريد أن أقول لك شيء أنت حضرتك سألت موضوع أنه هل الآن ترسيم الحدود البحرية ولبنان سينتعش اقتصاديا على الأقل نحتاج من النحية التكتيكية والعملياتية إذا حصل إذا حصل نحن الآن في اتفاق إطار الاتفاق الكامل يحتاج إلى وقت كبير جدا لماذا؟ لأنه يشمل أول ما يشمل المفاوضات المتعلقة بسلاح حزب الله الصواريخ الدقيقة لأنه لا يمكن للإسرائيلي أن يستثمر في هذه الأراضي وفي هذه الحقول دون أن يكون هناك ضمانة لسلاح حزب الله وحتى لو حصل هذا الاتفاق البعيد الأمد يحتاج لبنان على الأقل الخمس سنوات للدخول إلى نادي الدول المنتجة للغاز بالتأكيد الحديث تتم خاصة أننا في تشرين مع نفحات الثورة التي للأسف لم تحقق أهدافها في لبنان ربما تتجدد في هذا الشهر لا ندري سنتابع معك الشأن اللبناني على كل حال في فرصة أخرى بإذن الله شكرا جزيلا لوجودك معنا الأكاديمي والبحث السياسي اللبناني دكتور محمد المصري سننتقل معكم إلى ليبيا مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من السيديو تاسع لهذه الليلة لا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة